موسيقى فقال رب العزة تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم تدون أحبتي في الله هذا قدر الله عز وجل في خلقه أن يبتليهم وكان أشد الناس بلاء سيدنا صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث ابتلي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتلي ابتلي بليتم عليه الصلاة والسلام فنشأ يتيم الأب والأم ثم بعد ذلك يبتلى صلى الله عليه وسلم بأن يعمل راعيا للغنم في أودية وجبال مكة وكلكم تعلمون أيها الأحباب شدة الحرارة صيفا وشتاء في مكة ثم بعد ذلك يبتليه رب العزة تبارك وتعالى بعد الدعوة بالإيذاء بالعبارات والألفاظ فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكذاب ومجنون ثم بعد ذلك يبتلى بالإيذاء الجسدي فكان يسجد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ويأتي أشقى القوم فيضعون جزور الإبل على ظهره صلى الله عليه وسلم ويأتي أشقى القوم فيجذبه من ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في رقبته عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام يذهب صلى الله عليه وسلم حينما توقفت الدعوة في مكة يذهب إلى الطائف يريد أن يدعو إلى الله عز وجل فإذا توقفت الدعوة في مكان فلابد من انتقال إلى مكان آخر ويستقبله أهل الطائف كذلك بالإيذاء حتى أدمي صلى الله عليه وسلم بأن ضرب بالحجارة وبعظام الإبل الكبيرة حتى أدمي صلى الله عليه وسلم إلى قدميه ثم هو صابر محتسب فيعود صلى الله عليه وسلم ويأمره الله عز وجل بالهجرة وتبدأ معاناة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام بعد حدثة معركة أحد ويفقد صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة سبعون من أصحابه صلى الله عليه وسلم وكان من أشد ما فقد صلى الله عليه وسلم عمه حمزة الذي سانده في الدعوة إلى الله عز وجل ففقدان الحمزة كان له أثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما وقف على جثمان حمزة وقد جدع أنفه وقطعت أذناه قال لن أصاب بمثلك أبدا وما وقفت موقفا أغيض إلى قلبي من موقفي هذا ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام يبتلى صلى الله عليه وسلم بفقدان الأولاد فكان له سبعة صلى الله عليه وسلم أربع بنات وثلاث أولاد مات الأولاد الثلاثة وماتت ثلاثة من البنات فلم تبقى إلا فاطمة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ويوم وفاة إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس فقال أوه مثلك يبكي يا رسول فقال إنما هي رحمة وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحمات فابتلي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد فقدان الواد وابتلي صلى الله عليه وسلم في عرضه بحادثة الإفكة التي تعرفونها وصبر واحتسب صلى الله عليه وسلم فيا من فقدت الأحباب اصبر واحتسب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بذلك يا من فقدت الديار وغادرت الديار اصبر واحتسب فحبيبك صلى الله عليه وسلم غادر مكة وهي أحب البقاع إليه صلى الله عليه وسلم يا من ابتلي بفقدان الأموال والأولاد حبيبكم صلى الله عليه وسلم ابتلي كذلك بفقدان الأموال وما كان عنده صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة يا من ابتليت بالعرض اصبر واحتسب فحبيبك صلى الله عليه وسلم ابتلي بعرضه وصبر واحتسب حتى بر الله عز وجل عرضه في سورة النور بآيات عشر قال الله عز وجل فيها إن الذين جاءوا بالإفكاء أصبتون لا تحسبوه شر بل هو خير لكم أحبتي في الله إذن لنصبر ونحتسب إذا كان حبيب الخلق صلى الله عليه وسلم قال ابتلي بكل ذلك فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نصبر وأن نحتسب لله تبارك وتعالى فإنما هو تمحيص وإنما هو اختبار ورب العزة تبارك وتعالى قال إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فيا من ابتليت أصبر حتى تلقى الله عز وجل ورب العزة تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جعلني الله وإياكم من الصابرين المحتسبين وصلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر